قول الله ليحيى خذ الكتابة بقوة أمر بالقول وفعل سيدنا جبريل مع النبي أخذ بالقوة بالفعل تهمتوا بقى؟ علشان إن كنت لما تأخذ أمر الوحي بقوة تكون في كمال الانتباه والهمة والعزيمة فعلشان كده بيقول إيه في الوجه ده؟ في دليل على أن كتاب الله تعالى لا يؤخذ إلا بقوة لأن جبريل عليه السلام ضم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه ليتلقى الأمر بأهبة ويأخذ بقوة وقد قال عز وجل ليحيى عليه السلام خذ الكتابة بقوة فهناك بالقول وهنا بالفعل والأمر أيضا في الوجه الـ 29 يقول فيه دليل على أن كلام الله عز وجل حين نزوله ثقيل ويشهد لذلك قول سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة ومش كده وبس ده بيقول في سورة الحشر في آخرها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ونضربها للناس لعلهم إيه؟ يتفكرون تتفكر في إيه؟ في قلب النبي لتحمل القرآن لأنه إيه؟ نزل على قلبك لتكون من المنزلين فتعلم أن قلب نبيك أقوى من الجبل وربنا عامل هذا القلب معاملة مخصوصة خلقه بطريقة مخصوصة ثم شرحه وشقه كما تكلمنا في السيرة في حوادث شق صدر النبي أربع مرات حتى يتحمل هذا الوحي وينزل عليه بعد ذلك فيتسع قلبه لكلام الله وينشرح فيلقيه عليه فلا ينساه ويبلغه كما أمر ويبينه بسنته وفعله